تصهر التقارير السنوية لمنظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية بمعلومات تفصيلية موثقة عن التدهور المستمر لأوضاع حقوق الإنسان في العراق وعن تقاعث السلطات بل ومشاركة أجهزة فيها بتلك الانتهاكات وفي مقدمتها قضية الإخفاء القسري في تقرير جديد لقسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين في العراق أكد أن الإخفاء القسري جريمة تجري بصمت في العراق وسط تقاعث حكومي مزمن وتجاهل دولي مريب وأضاف أن هناك ارتفاع ملحوظ في أعداد المخفيين قسرا حيث باتت ظاهرة الإخفاء القسري بمثابة انتقام منظم يعزز الصورة النمطية للسلطة في عدم قدرتها على حماية مواطنيها ووفقا للتقرير السنوي لمنظمة هيومن رايس ووج فإن الاعتقالات وحالات الإخفاء القسري والقتل خارج نطاق القانون تعد أمرا شائعا ولم تختصر على متظاهر ثورة التشرين فحسب بل امتدت لتشمل صحفيين ومدونين لمنعهم من نشر حقائق ما جرى ويجري في العراق وتؤكد اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن العراق يضم أكبر عدد للأشخاص المفقودين على مستوى العالم بينما تؤكد اللجنة الدولية للمفقودين أن العدد قد يتراوح ما بين 250 ألفا ومليون شخص وبينما تغص السجون في العراق بعدد هائل من المعتقلين الكثير منهم زجوا فيها دون محاكمات ويتعرضون لشتى صنوف التعذيب الوحشي يتساءل حقوقيون عن الواقع المرعب الذي يعيشه المخفيون قسريا ممن لا يزالون على قيد الحياة في أماكن تسيطر عليها الميليشيات وباتت خارج سيطرة الدولة بالكامل في حين تكشف المقابر التي يعثر عليها بين الفينة والأخرى مصير الذين لقوا حتفهم بإعدامات جماعية نفذتها الميليشيات لا سيما عقب الأحداث المروعة التي شهدتها المناطق المنكوبة في عام 2014 وما بعده وفي ظل تجاهل حكومي واضح وانشغال بكم من هائل من الأزمات التي صنعتها الأحزاب الفاسدة والميليشيات الطائفية يبدو أن ملف الإخفاء القسري سيظل معلقا دون حلول تنصف معاناة أعداد هائلة من المغيبين ينتظر ذوهم بارقة أمل تعيدهم سالمين أو تكشف عن مصيرهم على الأقل